أزمات متلاحقة يعلو بعضها بعضاً من مخاض تشكيل الحكومة المتعسر إلى الاقتصاد المتدهور إلى الأمن المتزعزع هكذا هو المشهد في لبنان الذي أثار غليان الشعب وغضبه المطالبة برحيل السياسيين الذين أوصلوا البلد إلى ما هو عليه الآن فيها توزيع للحقائب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري خلال لقائه بالرئيس ميشيل عون أعلن عن رفضه التشكيلة الحكومية المقترحة من جانب الرئيس مؤكداً على لآته الثلاثة التي تنص على أنه لا لحكومة تكنوسياسية ولا لحكومة يفوق عددها 18 وزيراً ولا للثلثة المعطلة في إشارة إلى التشكيلة الحكومية التي ضمنها عون ثلثاً من تياره السياسي وحلفائه بما يعني التحكم في قرارات الحكومة وبعد فشل الاجتماع الثامن عشر بين عون والحريري حول تركيبة الحكومية الجديدة ودخول الأزمة السياسية في لبنان منعطفاً خطيراً فإن واشنطن ودولاً غربية وعربية تدرس فرض عقوبات على شخصيات لبنانية فيما حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إفلودريان من خطورة الوضع الراهن في لبنان وأوضح أن على الكتل السياسية تنفيذ إصلاحات عاجلة في لبنان للخروج من الأزمة الحالية إيران التي أغرقت لبنان بالدم من خلال وكيلها المصنف على قوائم الإرهاب ميليشيا حزب الله تغرق البلاد اليوم بالأدوية الفاسدة بتواطئ من وزارة الصحة التي تسيطر عليها الميليشيات خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي زاد من الاحتقان الشعبي من فساد ميليشيا حزب الله أما القائم بأعمال السفارة البريطانية في بيروت مارتين لينغدين فقد أعرب عن قلق بلاده إزاء الأوضاع التي يشهدها لبنان دعيا إلى التحرك تجنبا لحدوث الكارثة وصفنا الزعماء السياسيين اللبنانيين بأنهم يتراقصون على حافة الهاوية اللبنانيون باتوا يعيشون حياة النازحين داخل بلدهم يعانون الفقر ويتزاحمون للحصول على لقمة العيش التي أصبحت صعبة المنال في ظل تمسك الفرقاء السياسيين بمواقفهم للحفاظ على مكاسبهم السياسية مع غياب الدول العربية المنشغلة هي الأخرى بالأزمات والصراعات الداخلية